هذه سائرة تقول هل يجوز لي أن أأخذ مالا من زوجي دون إذنه مع أنه لا يقصر علينا بشيء ولا على أولادي بالنفقة من مأكل ومشرب وملبس ولكنني أود أن أدخر بعض المال لأنني قد أحتاجه مستقبلا ليكون رصيدا لي ولأبنائي إذا كان كما ذكرتي لم يقصر فلا تأخذي من ماله إلا بإذنه نعم أما إذا كان يقصر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف للمرأة التي قالت إن زوجي لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال إنه رجل شحيح قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك هذه مسألة الظفر كما يقولون